مرحباً المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الحواري ضيف أنفاس برس موضوعنا اليوم إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل سطورات الوضعية الوبائية ببلادنا ومشروع قانون المالية 2021 نستضيف معنا للنقاش محمد ألواح مهندس وسياسي مرحباً ألواح شكراً لك وشكراً لأنفاس على الاستضافة أنا على الباب مفتوح لكان شي سؤال مرحباً كان أحترم مشكلة عام سئلواح بداية سئلواح كتعتبر بأن الإجراءات اللي اعتمدتها الحكومة خلال تدبيرها الأزمة الصحية من تقييد حركة النقل والتنقل كتساهم في خلق الاقتصاد الوطني شنهي المبرجة ديالك سئلواح أنا بالنسبة لي أقع للإجراءات اللي اتخذتها الحكومة ولو هي كانت وقائها في الأول الحزر الصحي قبضت كثم ربع شهور والنتيجة نتعي مع كل أسف ما كانتش معطاتش الأكل نتعيحنا الآن عايشين مشاكل أخرى فالمشكلة نتعي يعني النقل ما بين المدن لا أعتقد أنه سيجيب شي حاجة مهمة للحكومة لأن العدد المسافرين مثلاً من المدينة للمدينة متى تعدى أكثر من عشرة في المياه متى النسمة متى المدينة ولهذا لا أعتقد أنها ستكون عندها شي فائدة من الحكومة أنا أعتقد أن الناس تحترم قاعدة الشروط منتاع الوقاية اللي هي محروفة وتحاول ما أمكن تحترمها ولكن تنقل ضروري لأن الإنسان لا يمكن له أن يعيش بدون حريته ومنها حرية تنقل هذا مستحيل عمولتك تشوف دول كبرى بحل ألمانيا فرنسا إسبانيا هي عودة تقييد حركة التنقل المشكلة أوروبا نحن في الحقيقة تنتلأم مع التدابير التي اتخذتها أوروبا ولا سيما الاتحاد الأوروبي لأنه شريك اقتصادي المشكلة هو أننا أن الآن أوروبا يعني أمام موجة تانية من التعالي الكورونا يقولون هناك موجة تانية للكورونا لأنها ستكاتر و ستجعل الحكومات مضطرات يعني تستعمل الحجر السحي كوقاية فقط لتخفيف الضغط التغلغل التعالي الكورونا ولكن المشكلة هي أن اللقاحات اللي الآن سيرى في التجهيز و يكفحوا و يحاولوا هنا من هذه المشكلة للكورونا اللقاحات ستكون فعالة فهل ستكون فعالة وإذا لم تكن فعالة هل هناك أمواج أخرى تليها من بعد فهنا أمام مشكلة عويصة معتي والمغرب كسائر الدول تهوى تيتبع نفس المنهجية و نفس الطرق اللي المحاربة ولكن مع كل أسف الحجر السحي و منع التنقلات ما بين المدن هي لا تجدي ما تتدويش ما تتدويش المرض هي تتخفف يعني تتربح الوقت باش للكورونا ما ينتشرش كتر ما هو تين تشر دبع متيني فلهذا خاص لن يمكنناش نقلسو إلا ما كانش الفاكسين و زادت أمواج أخرى جاية ما نقدش نعيسو بدون حركة إذن خاصنا ندربو على يعني نسيروا الحياة كما قبل رغم أن هناك يعني احتمالات الوحدة التي تحمر ولكن هذا ما عندنا كندير له الجائحة الحكومة حاولت ما استطاعت باش يعني تحكم فيها مع كل أسف ما استطعتش والتدابير هذه الإغراءات التي تعلن الحكومة أسبوعيا لمراقبة حركة النقل والتنقل وشيئة كافية أنا ضد منع التنقلات لماذا لأنني قلت لك عشراف الملائد الناس لا تتصافر كين كازا بلونك فيها 4 الملائين وش 400 ألف وحد يخرجون لا تنظر على أصحاب الذين يعملون في الشركات لديهم رخاص يخرجون تنظر على الناس الخواص الماتين ليس لحق يصفرون بدون رخصة وبخصوص تطور الوضعية الوبائية دائما تردت مندوبية السامية تخطيت التقرير الأخير حول تطور الوضعية الوبائية كيف تشوف التقرير هذا العقاب لعنات المندوبية التقرير قصارحات ما خصش غالي يديروا حجر حجر صحي شامل ما تي ولا لا تيعتقدوا أن إلى إخذتي 15% من الأيام واحد في سبعة نهار في سبع أيام غادي ينقصوا من الديناميكي من الكورونا هذا ما غادي يفيدش حتى قاعد لا ربح ما شرد ربح وول ولكن منعونا نحن نتحرك ونمشي والواحد اللي بغا يسترزق الله يمشي يسترزق الله اللي بغا يخدم يمشي يخدم اللي بغا يدير شي مقاولة صغيرة الله يعاونه ولكن ما خشناش أن يوقفونا وبخصوص مشروع قانون ماليا يعني الكل كان ينتظر إجراءات محفزات ساهم في إعطاء واحد فعل الاقتصاد الوطني من بين الإجراءات اللي بها بسبب قانون المالي في 2021 العودة إلى المساهمة ضربة على التضامن على مستوى الشركات والأجور وش ما كنتوش سألواح بأن هات الإجراءات تساهم في مزيد من احتقال الشماعي طبعا الإنسان قال حكومات في العالم من أن تكون عندها أزمة وأزمة قوية بحال هذه كورونا لا تريد أن تزيد في الضرائب تريد أن تقص من الضرائب لكي تشجع الناس يعود يساهم ويخدم ويشوف كي يضبر أمرهم لأن الآن جل الشركات في محنة كين ينقع اللي شدوا ببنتاهم المندوبيا السامية في هذه سنة قالت بأن خمسمائة ألف منصب شغل فقدت مشات هذا حد الآن إلى آخر السنة ما عرف أين سنصل يعني القطاع الغير المهيكل مشكلة عويصة كيف سيتم تنظيمه هل هناك مخططات ولا هيرغاديين كما قبل ما غادي مكناش نحلو المشكل تخص الناس يتنظموا ويكونوا عندهم أسواق نموذجية وعندهم متابعة وناس يتبعوهم من ناحية الجبائية باش يتفهموا شنو هي قاعد الضرائب شنو اللي يخلصوا قلت لي على الضريبة التضامن اللي مقترحها في البرنامج نتاع القانون المالي نتاع 2021 هناك الشركات حدوا جوز فاصلة 5% كمعدل للضرائب التضامن في التضامن قالك لسنة واحدة يعني 2021 غادي ديروا هاد الضريبة على الشركات أما الشركات الفرضية نتاع الأشخاص اللي ما تي عندهم مش واحد رقم تعمل 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 قوي جدا تخلصوا يعني 8 فورفيتار في كل سنة تخلص اقترحوا 10% البرلمان ما زال 10% بالنسبة لي غير مقبولة لماذا لأن لطيفيا إلا كان شركة عندها القوانين سعى ومحترمة وعندها واحد القوة تجارية وصناعية تخلص كثير من 4% صعيبة على الارتزان والشركة الصغيرة اللي غالي تمشي تخلص 10% كل سنة من شيف رضا فاردعا هذا ما غير مقبول مع هذا هما لفورفتير ما عندهم ش البنيفيس تخلص حساب واحد للجدول وصلاة عنبي 10% بالنسبة لي صعبة بزاف وعلى مستوى المساهمة في التضامن على مستوى الأجور 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 1.5% هذا اللي قصارحو احنا احنا عندنا الضرائب على الدخل بالنسبة للدخل الفرضي في المغرب اكثر من 36% يعني شوية قلة نزيد عوثاني لها في نسبة مئة ويا اخرى جوج ونص ولا واحد ونص رأى بزاف وانا عارب انها ظرفي يعني في خلال سنة ولكن اعيد اكرر ان من البلاد تكون فيها ازمة تاخص الحكومة تنقص من الضرائب مش تزيد الضرائب ولا تختار ضرائب اخرى تاخص هذا العب انت الضرائب يتخفف باش الاقتصاد ماتينة من الحال التي فيها وماذا يتخبرك الحلول الممكنة للدفع بعجلة القصار الوطنية في الضرفية الازمة وكورونا اولا نقص الخفاض الضرائب يتخفف اخرى يجب ان نقص واحد يتخفف المقاولات يتخفف الناس الذين لديهم شركات صغيرة تخص باش تهم الحكومة لا تنسى ان على الاقل 6 هور لا يعملون هذه السنة 6 هور لا يعملون يعني الشركات تنتظر تحفيز ضريبية من عند الحكومة لا تزيد الضريبة عجلة هذا النظر نتائل نعم سألواح شكرا جزيلا على كل هذا مرحبا بك ركع بارك الله فيك أخي تشكري شكرا جزيلا المشاهدين الكرام على المتابعة ونضرب لكم موعدا جديدا في حلقة جديدة من برنامج ضيف الفاس بريس